ساعات بنفكر هو ليه مفيش ميني بروجيكتور ويكون بإمكانيات مناسبة في حاجات كتير ميني بس الإمكانيات يعني مش قد كده بس دلوقتي مع الميني بروجيكتور YG330 ميني بروجيكتور بإمكانيات مناسبة جدا بوزن 620 جرام بس وأبعاد 18 في 13 في 6.5 سنتي بيجي الميني ليد بروجيكتور YG330 هو بشرح نفسه كأبعاد ووزن أنا مش محتاج أهو أنا مسكه في إيدي هو حرفيا أنا حطه على إيدي هو الدكاف في إيدي بمنتهى البساطة هاخده معايا في كل مكان الجهاز بيجي من النوع الليد اللي بيتمايز بعداسته الليد اللي عمره زي الشاشات بالزبط وما بتضعفش قده منع الشاشة حزمة بسيطة كده تقول أنه هو يعود سنين وسنين لأنه هو من النوع الليد وكمان بسبب أنه هو الليد فقدر أشغله فترة طويلة زي ما أنا عايز مش هحتاج أنه نقفله كلون ساعة أو ساعة لا هعتبره شاشة بالزبط في البيت الجهاز بيجي بكوة إضاءة 2000 لومنز كوة إضاءة 2000 لومنز بصراحة مطلع علي ألوان كويسة جدا جدا ألوان حقيقية مريحة جدا لعيني خصوصا مع الريزيليوشن اللي هو اتش دي فبالتالي الصورة بتكون نعمة مريحة جدا للعين ولو إحنا عادينا عادة كبار عادة بليستيشن أو حتى الأطفال متجمعين حواليه فالجهاز بصراحة بيقدي أداء ممتاز جدا الجهاز بيجي بفتحة عدسة كبيرة يفتح شاشة من أول 35 بوصة لحد 130 بوصة والكلام ده من أقرب بعض احنا بنتكلم في بعض من حوالي متر لحد 3 متر ونص فبصراحة الجهاز ممتاز جدا جدا بتقدر تشغله في أي مساحة مهما كانت صغير يعني لو عندك قوضة 2 في 2 3 في 2 بتقدر تفتح شاشة سينما فيها أما عن السماعات فالجهاز بصراحة صوته يعني أبهرني هو آمني ومعروف دايما أن حاجات الميني ما بتبقاش صوتها عالي بس الجهاز الحقيقة صوته كويس جدا جدا مش تحتاج معا أي سماعات نهائي سواء أنت موصل ريسيفر أو موصل فلاشة أو أي حاجة وأما عن التوصيلات في الجهاز بيجي تقريبا بكل المداخل اللي احنا ممكن نحتاجها من HDMI أقدر أوصل به الريسيفر اللابتوب أقدر أوصل به البلاي ستيشن أقدر أوصل به حتى كاميرا أقدر أوصل إكس بوكس وفتحة USB أقدر أوصل فلاشة وعرض أي محتوى أنا عايزه كمان بيجي بمخرج صوت إضافي لأنه قلنا سماعاته عالية وكويسة جدا ومخرج أوديو فيديو ومخرج الباور الفوكس بتاع جهاز لطيف جدا وهو بيبقى على الجنب هنا كده مجرد بكرة أنا بلفها فبسلط منها الفوكس وهنشوف ده مع بعض وفيه هنا البانيل أو لوحة التحكم بتاعته بتكون الزراير بالجانب تصميم الرموت الممتاز جدا اللي عاجبني جدا جدا وفيه لون لمية كده الYG330 ومن أهم مميزاته بجانب المداخل إنه هو يدعم الاتصال اللاسلكي أو لسكريم ميرورينج بجميع الحاجات يعني من أول الموبايلات اللابات الكمبيوتر وبصراحة هو أوبشل لطيف ولزيز أو إنه هو يتحط فيه فلو أنا عايز أعرض من موبايل سواء هو أندرويد أو آيفون لو أنا عايز أعرض من اللابتوب أو من البي سي أعرض من أي حاجة أقدر أوصل بالجهاز ويرلس من غير محتاج ولا سلك ولا إنترنت وعرض كل حاجة صوت وصوت ودي كانت مواصفات الجهاز النظرية بالمختصر المنفيد تعالى بقى نروح نجرب مع بعض ونعمل تجربة كاملة للYG330 Mini Projector احنا كده وصلنا الجهاز بالكهرباء وفتحناه وستعملنا كله من الريموت الريموت هول هو شكله واو يعني تمام طيب دي الوجهة الرئيسية هو بيفتح كده على الوجهة دي المولتي ميديم أنا بس الأول يعني دي كده شاشة في حدود حاجة وتمانين بوصة قبل من نعمل أي حاجة كمان الأول بس سريعا كده هنا المالتي ميديا ده لو أنا موصل USB لو أنا موصل فلاشة وإحنا هنوصل دلوقتي لو دخلت كده هلاقي الانبوت سورس هلاقي الHDMI وهلاقي الاوديو فيديو هلاقي المالتي سكرين المالتي سكرين ده هو المسؤول عن إنه هو يوصل الجهاز ويرلس سواء بالويندوز زي ما احنا شايفين أو الميراكاست لو تحت ده الميراكاست ده لو أندرويد أو الـ iOS cast اللي جنبه اللي أنا واقف عليه ده أو لو فيه كيبل كمان طيب تعال نعمل باك كده نرجع ده كده بالنسبة لإيه للحاجات بالنسبة بقى للـ setting أنا عندي هنا الموت بتاع الجهاز أقدر لو أنا مثلا معلقه بالعكس فأقدر إيه أقلبه طيب عندي هنا الـ scale أقدر أصغر حجم الشاشة تمام يعني أنا أحطه مثلا على بعض معين أقدر أصغر حجم الشاشة هنشوف ده مع بعض نسبة الطول للعرض وطبعا البيكتشير موت بقى اللي هي تثبيت الالوان وكل حاجة طيب تعال بقى نرجع كده نوصل فلاشة دي فلاشة انا نوصل هنا كده بمدخل اليو اس بي تمام و هدوس عليك نفتح فيديو مع بعض ونشوف هنشوف ده مع بعض صوت الجهاز كده ده صوت الجهاز زي ما شايفين صوته عالي جدا وقوي جدا ممكن نقطي شوية بس تعال بحن نفتح الإقضاءة نور وقفنا على الشاشة هي حاجة وكبالين بوست كده انا فتح نور اهو انا بمثبت الشاشة بمثبت شاشة طيب تعال ابدا بمثبت شاشة انا كده لازال مختفظ بإقضاءتو بنسبة كبيرة انه هو 2000 لمم تمام فانتو زي متو شرؤين الالوان طلق طائعا طيب تعال نبعد بقى كده انا كلنا نمسك الجهاز ونبعد اكثر كل ما الشاشة ايه تكبر واقوم زابط من الفوكس اللي انا بلفه ده كده تعال بقنا اعمل الحركة دي تاني كده دي شاشة حاجة وتمانين بوصة نبدأ الفيديو تاني من الاول يبقى كده ده حاجة وتمانين بوصة انا واقفة ارود تعال بقنا بقى انا كلها نحن في الجهاز و امريكا ده مشاحة صغيرة خالص انا هنا كده واقف على بعد الزقط ايه اثنين متر سبعين يعني الجهاز كده هنا منه من الشاشة اثنين متر سبعين بص بقى الشاشة بقيت ايه انا نبدأ نظر نور و شعور المور الضلمة ممتاز جدا نحن الضلمة نحن نرى نحن نأخذ الجهاز نحن نضع نحن نخرج ماذا خارج نحن نحن نفع نحن 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 نفع نحن نرى ما مزعج نحن نرى ما مزعج المزعج البقرة تلقم مزعج نحن نحن نفع موسيقى نكتمل الصوت طيب أنا الشاشة عندي كل يعني دلاتي أنا عندي كده كل دي شاشة طب أنا عايز أصفر من غير ما أقرب أعمل إيه هقوم دايس على الإعدادات هلاف الامج سكيل مية في المية أعملها أعلى حاجة مثلا 75% شايف بقت عاملة إزاي دي كده بقت 75% دي كده بقت أصغر حاجة من البعد ده تمام طيب أرجع ثاني مج سكيل بسك هيا كده أده إيه أقوم إيه مية في المية كده 76% لأ نرجع إيه مية في المية أهي رجع الثاني إيه بكبره موضوع بسيط جدا كله بعمل أننا بمسك الجهاز كده بقوم بقرب وي بلف بكرة الفوكس أو أبعد وي ألف بكرة الفوكس تاني يبقى أعرب كده أو أبعد ولف بكرة الفوكس هنا نشغل فيديو تاني فيه ألوان أكتر مثلا ده شايف هنا الألوان فتحة وحلوة صوت موسيقى 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 فالبروجيكتور عشان هو بقوة 2000 لومنز فقادر ان انا شغله في الضلمة يبقى السينما وفي النور كمان على عكس حاجات تانية كتير اول ما تولع النور يقوم ايه كل حاجة تفصل طيب احنا كده شغلنا الفلاشة تعال بقى كده نجرب نشغل الريسيفر انا موصل عندي الريسيفر وادي كابل الHDMI هاوم بس حطه ايه في البروجيكتور هو اول ما بحطه حتى بيقول لي ايه بيعمل دي تيكتي يعني هو الوحده بيوصل فانا اقول له ايه انا عايز احاول ايه للريسيفر طيب تعال بقى كده نشوف الريسيفر هو كده فتح الريسيفر على طول على قناة MBC4 طيب تعال كده ايه على الصوت صوت عالي ممتاز انا كده اخرج على الريسيفر حتى قد ايه ارد انظر اوكي اكرم اوكيسرا اوكيسرا لا تشقق اضافر هي تكملة بذل اعتنى جسم وتكملة الجمال كده جمعنا مراية الصحة العامة بالضغط صحيح نفس ورد الكنيام ونقرب كده ويلف بقرة الفوكس كده مع شاشة او ااخدوا معها الهدية المميزة ونقرب كده لصحة شكرا دكتور خلتنا جمعنا كل المعلومات اللي افتتنا فيها نفس بقرة الفوكس اصبت كل حاجة وكده بعد ما شفنا كل المواصفات بتاعت الجهاز وجربنا التجربة العملية شفنا في النور شفنا في الضلمة شفنا احجام شاشته المختلفة وسمعنا صوته المميز وكمان شفنا المداخل ان هو يتوصل بكل حاجة وكمان يتوصل بالموبايل يتوصل باللابتوب يتوصل باي حاجة ويرلس بجانب الاسلاك فلو انت في البيت او بتشتغل سواء مدرس او رسام او بتعرض الجهاز هيكون حل عملي وبسيط جدا لك تنقلات شاشة كبيرة سماعات كويسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة